حسيما، وليد فرشوش عرض نشط بجماعية دونسية في جنازات وعباراتات الانتخابات، جماعية عديد جماعية تشتغل في مجال فوق الإنساء ونعلان ومرافرة الانتخابات جماعية تشتغل على مستوى التربة الجمهورية لتترقب الانتخابات في كل مكاتب الاختراع نشعنا عدد مكاتب جهوية، جابز، جندوبة، الكافر، وذلك تشتغل ورغب مكاتب الاختراع مهمتنا الآن هي في انتدار المناعذي حتى تكون لدينا عدد الكافي في كل مكاتب الاختراع والهداف الجماعية هي نكونوا حاضرين في الاتيخة الانتخابات 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 وحبا لازل المشور بديل أخرى تشارعه فيه كما تعطلنا الفرصة بشارعه في الدولة الإفريقية بالنسبة للفروقات نجمع روها في يوم الاختراع وحتى في الحمل الانتخابي كما تشوفوا توقعها من بعض القائمات الحزبية والمستقلة بشغالة علاق ومشغالة علاق في الأماكن المخصصة لها في قبل هذه فهنا بعض القائمات اللي قطعة لا نعرفوش شكونة اللي متاحة بضبط لكن التصورة لبعض العداية والبعض المنافسين اللي قطعة هذيك هو كان يعني تصرف تصرفات هذه وعضايا جرن وقلم كذلك مع بعض القائمات التي كانت تدور يعني الجانعات والمؤسسات التربوهية عموما وغنات فما منشور فرد من المؤسسات التربوهية يرغب يعني يعني ما نوزينا العمل الفياسي في مؤسسات التربوهية لنك هذا زادت المجال التجاوزات النجمه روها خلال الحمل الانتخابي بعض تجاوزات النجمه قابلوها اليوم الاختراع هو انه بعض الناخبين يجيوا لابسين مرود في الجابعان لحزم المعظم والقائم المعنى ولا ينبسوا مجلور زي يكون يعني مشيح إلى بعض الأسر الخليمات ولا بعض المسؤولين في الحزب الثلاث ونقضي بأسر يعني على العملية الانتخابية وعلى الاختيار الناس كذلك الانتخاب الجماعي اليوم مجتمع كبيرا من الناخبين في الوسيلة الانتخاب وهذا هذي تجاوز الجرم القانون تجاوز الدخل النجم والله عنه التأثير على المناخبين انه مكون في الصرف واحد يعني فما قرد قاد يأثر على العملية وقاعد يتكلم بصوت عامي على القاعد اللي مش هاش اخبرها قاد يأثر على اختيار المناخب تجاربه هذه كل عامنا من خلالها ومن خلالها نكون حاضرين يوم الاتخابات بالعداد الكافي في كل مكان بالاختيارات هنا مرغتي بأغلب المكان وكنه تجاربه لكل عينا لكي نرفع الربورة عن الهيئة والجامعية وهنا نقوم بعملاتنا مش يكون العملية في مدازة ومدازة وهنا منافسين ومنافسين حتى حتى حينا نحب التونس نحب ننصدق البصدر في مصر الدموكراطية هذه كيبنينزو نحن نسلو امتخابين الديموكراطية كيبنين البلدان في بعيد البلدان الأوروبية ويبنين الأمريكا الغربية والأمريكا الشمالية تشتركوا لاخطوا الدموكراطية هذه وإذا لا تشتركوا بشكل مناسب هذه تشتركوا بس أزواء أسياء ورغم البارنا المنائي ومع شفا شكراً